مع قيس المرشد أهلا بكم محافظة واسط وواحدة من بين أهم المحافظات العراقية التي تتميز بموقع جغرافي مثالي فضلا عن تمثعها ببعض من الثروات الطبيعية التي تؤهلها لأن تكون من المدن المتطورة اقتصاديا بيد أنها استثماريا لم تزل ليست بمستوى الطموح التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير واسط هي تلك المدينة العراقية التي تتوسط بين الكوفة والبصر قديما يبعد مركزها عن العاصمة بغداد بمسافة تقدر بمائة وثمانين كيلو مترا وتشكل أربعة بالمائة من مساحة العراق الكلية ورغم قدم هذه المدينة الحدودية وامتلاكها معبرا بريا حدودية والكثير من الأراضي والمساحات التي تصلح للاستثمار في مجالات عدة لكنها تعاني كثيرا من تراجع الخدمات فيها وارتفاع نسبة البطالة في صفوف شبابها وافتقارها لمرافق حيوية ومشاريع استراتيجية في المجال الصناعي والتجاري وحتى الزراعي فمدينة يخترقها نهر دجلة من المفترض أن تستثمر زراعيا وتصبح واحدة من أكبر مدن العراق الزراعية ناهيك عن موقعها الجغرافي الجاذب للاستثمار في المجال الصناعي والتجاري وحتى الصحي لقربها من العاصمة بغداد فلماذا لم تستثمر لغاية الآن ومن يقف خلف تراجع الخدمات في هذه المدينة وماذا تريد الحكومات المحلية أكثر من ذلك كي تنجح في جعل المدينة إنمودجا صناعيا وتجاريا وسياحيا لبرنامج دينار على الجميلي العراقية الإخبارية بغداد أما ضيوفي عن هذه الحلقة فهم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام وأبدأ مع رئيس حية الاستثمار في محافظة واسط وأرحب به وكذلك بضيف العزيز السيد صالح الهماش السيد علي الشمري مرحبا للأستاذ علي أهلا وسهلا بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ قيس المرشد وتحية لقناة العراقية الفضائية وبرنامج دينار هذا البرنامج الاقتصادي الراقي لما يصلطه من أضواء اقتصادية على مختلف القطاعات في العراق أرحب بك يا جميل ترحيل شكرا على هذه المقدمة أستاذ علي نريد أن نعرف بداية من حضرتك واقع المحافظة الاستثماري في الوقت الحاضر وبنفس الوقت نعرج على ما كانت عليه قبل سنوات وقبل تحديدا قبل ترأسك لهيئة الاستثمار في محافظة واسط نعم هيئة الاستثمار في واسط هي أحدى هيئات الاستثمار المستقلة في المحافظات هذه الهيئة تشكلت نهاية عام 2008 حسب قانون الاستثمار رغم 13 لسنة 2006 المعدل هيئة الاستثمار في واسط لديها أعمال في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية منها القطاعات الزراعية والقطاعات السكنية والقطاع الخدمات والترفيهية وغيرها من القطاعات بالنسبة لواقع الاستثمار في واسط توجد في محاط واسط لهذه اللحظة 72 مشروع استثماري منذ التأسيس ولا حد اللحظة؟ نعم منذ التأسيس ولا حد هذه اللحظة عندما تسلمت إدارة ملف هيئة الاستثمار كانت هذه المشاريع 68 مشروع 16 مشروع استثماري قد تسحب منها لأسباب مختلفة منها تركع المستثمرين وعدم جديتهم في العمل الاستثماري ومنها عدم استكمال موافقات الدوار القطاعية لإكمال تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الحاضر يوجد لدينا تسعة مشاريع قد تم إنجازها مئة بالمئة وتوجد لدينا بعض المشاريع المتلكة كانت قبل استلامي لرأسة الهيئة 17 مشروع في الوقت الحاضر بقت هذه المشاريع 12 مشروع تم استكمال ومساعدة خمسة مشاريع ودخولها في العملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوقت الحاضر لدينا 26 مشروع هو قيد الإنجاز ووصلت إلى مراحل متقدمة من نسب الإنجاز قسم منها وصل إلى نسبة تسعين بالمئة وقسم منها وصل إلى نسبة خمسة وسبعين ومختلف النسب في التنفيذ مجمع المشاريع استاذ علي الفاعلة في الوقت الحاضر في محافظة واصل عبد هاشقيد المشاريع في الوقت الحاضر اللي هي الفاعلة 26 مشروع لدينا 12 مشروع هذه متوقفة متلكة لأسباب معينة وإن شاء الله سوف نعمل على تجاوز هذه المشاكل وهم إيجادين في هذه الأعمال منها أسباب هي خارج إرادة المستثمر مثلا توجد لدينا محطات للوقود هذه يتطلب موافقة وزارة النفط لكي تقوم بالمصادقة على المخططات وهذه مشكلة طبعا نحن نعاني منها في هيئة استثمار واسط أو بقية هيئات الاستثمار في المحافظات هي تأخر المصادقة على المخططات لإنشاء هذه المشاريع المشكلة توجد لدينا في وزارة النفط ووزارة الصحة رح نتحدث عن أبرز المعوقات التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء في محافظة واسطة أو بقية محافظات العراق لكن دعني أنتقل الآن إلى ضيف الآخر ورحي به مرة أخرى الخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح لهماتش مرحبا أستاذ صالح حيئة كلا أستاذ خيس أستاذ صالح يعني رغم أنه هيئات الاستثمار في المحافظات العراقية تأسست منذ فترة زمنية ليست بقصيرة لم ترتقي المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظات إلى مستوى طموح المواطن العراقي وكذلك على مستوى اقتصاد الدولة بسرعا تحية لك أستاذ قيس وإلى ضيفك الكريم أستاذ علي وإلى مشاهديكم الكرام وشكرا على هذه الاستضافة طبعا هناك مشكلة في الاستثمار في العراق يعني الاستثمار ليس مستقلا تماما بحيث أنه عندما يمنح إجازة الاستثمار تقوم باقي المؤسسات بالتعاون مع المستثمرين بل هناك عقبات كثيرة كان المفروض أن تكون هيئة الاستثمار هي نافذة واحدة عندما تمنح إجازة الاستثمار لأي مشروع معين سواء كان زراعي أو خدمي أو صناعي أنه استكمل الشروط المطلوبة ويبدأ بتنفيذ المشروع ولكن عندما تمنح إجازة الاستثمار تبدأ هناك عراقي من مؤسسات أخرى قد تكون وزارة الصحة مثل ما تفضلت في الكريم أو وزارة النفط أو أي وزارة أخرى وحتى وزارة المالية المالكة الأرض هناك مشكلة في ملكية الأرض طبعا أكبر عقبات واجهة الاستثمار هي ملكية الأرض دائما هناك مشاكل في هذا الموضوع إضافة إلى شيء آخر وزارة التخطيط لم تضع خطة حقيقية للمشاريع التي تتناسب مع حجم يعني كل محافظة وعلى حجم العراق يعني على مستوى حجم محافظة تواسط على سبيل المثال بحجمها وموقعها الجغرافي وهي يعني مركز طرق تجارية وطرق أيضا سياحية كبيرة وتعتبر سلة الغذاء العراقية وحافظة تواسط ومتنتع به من أساحات زراعية شاسعة كل هذه العوان متوفرة بها لم تضع لها خطة حقيقية للنهوض بالواقع الزراعي والسياحي والاستثمار مواردها لذلك تعاني هيئات الاستثمار من هذا الموضوع هذه من ناحية من ناحية ثانية هيئات الاستثمار تعتبر حديثة أيضا بالتكوين لا تمتلك إرشيف كبير جدا حتى تستطيع أن تضع الخطط لذلك نشاهد دائما عدد المشاريع لا تتناسب مع حجم المشكلة اللي يعاني منها سواء كانت في محافظة وسط أو حتى على مستوى العراق هناك مشاكل كبيرة يعني هناك نقص في الخدمات هناك نقص في المشاريع نصب جل اهتمام هيئات الاستثمار في بغداد وفي المحافظات على الاستثمار الترفيهي لذلك نشاهد المدن العرب شاهد المطاعم شاهد هذه وقل ما نجد الاستثمار في الجانب السياعي الزراعي العفو أو الجانب الصناعي هذا شيء نجده قليل هناك مشكلتين أساسية في هيئة الاستثمار أنها تعاني بمشكلة عدم وجود صلاحيات كبيرة وواسعة في امتلاك الأرض من ناحية وإضافة إلى الجهات المرتبطة في منح الإجازة هناك أكثر من جهة التدخل ليست فقط هيئة الاستثمارية الوحيدة التي لها الحق في منح إجازة الاستثمار للمستثمر أو المشروع المعين تمام أستاذ علي ردنا أعرف من حضرتك الآن كم مشروع صناعي موجود بالمحافظة كم مشروع زراعي كم مشروع تم تنفيذه في مجال قطاع الثروة الحيوانية أو غيرها من المشاريع الأخرى توجد لدينا في مجال القطاع الزراعي 15 مشروع استثماري استثماري كلفة هذه المشاريع هي 175 مليون و 460 ألف دولار في مختلف النشاطات الزراعية سواء كان في مجال الانتاج النباتي أو النباتي الحيواني كذلك توجد لدينا 11 مشروع تجاري في عموم المحافظة بكلفة 36.783 مليون دولار وكذلك 36.783.000 أمريكي وكذلك يوجد لدينا عدد من المشاريع السياحية وهي 6 مشاريع كلفتها 399.885 دولار وفي مجال الصحة يوجد لدينا مشروعين مستشفيات بكلفة 22.155.000 دولار وفي مجال الخدمات يوجد لدينا سبعة مشاريع بكلفة 16.838.000 دولار وفي مجال التعليم توجد لدينا مشروع واحد وأود أن أبين بأن وزارة التربية لحد الآن لم تقوم بالمصادقة على مخططات هذا المشروع وهي مدرسة نموذجية استثمارية كلفة كلفة هذه المشاريع أو كلفة الإجمالية لهذه المشاريع هي 894.634.152 دولار هذه مقسمة طبعا على هذه القطاعات الاستثمارية تمام ماذا عن المشاريع الخاص بالثروات الطبيعية نفط غيرها أي عن من اختصاصكم أو من اختصاص وزارة النفط وبقية الوزارات بالنسبة أود أن أبين هنا حسب سؤالك هذا بأن هيئة الاستثمار في المحافظات صلاحيات الاستثمار فيها كلفة رأس المال هي من 250 ألف دولار إلى 250 مليون دولار ما زاد عن هذا المبلغ هي من اختصاص الهيئة الوطنية للاستثمار وكذلك المشاريع الاستراتيجية الاتحادية مثلا مشاريع النفط والسكك والمطارات هذه والكهرباء هذه هي من اختصاص الهيئة الوطنية للاستثمار تمام المحافظة تعتبر من المحافظات النفطية نحن نفتقر إلى مشاريع الاستثمارية بصراحة مشاريع استثمارية في هذا المجال مثلا المشاريع البترو كيمياويات أو مشاريع البلاستيك وما إلى ذلك من هذه المشاريع تمام استاذ صالح المشاريع التي ذكرها أو الخالطة الاستثمارية التي ذكرها استاذ علي تتناسب مع الموقع الجغرافي لمحافظة الكوت سكان محافظة الكوت يتلائم مع هذه المحافظة بكافة جوانب استاذ صالح طبعاً المحافظة كباقي المحافظات تعاني من نقص كثير يعني في نقص كبير عفو في كثير من الجوانب الخدمية سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الخدمي تعاني من ولحد هذه اللحظة ما زالت تعاني أعتقد هذه المشاريع لا تغطي حجم المشكلة لتأشهي المحافظة كبقية المحافظات من نقص خدمات ومن نقص أيضاً مؤسسات صناعية وزراعية كان المفروض أن تضع خطة أكبر ولكن مثل ما قلت لك بالبداية أنه دائماً هيئات الاستثمار تستدم بواقع كبير يعني الواقع الوزارات بواقع الملكية الأرض بواقع حجم الاستثمار التي تكونها لكن هي كان المفروض على هيئات الاستثمار السابقة أن تطرح المشاريع وتطرح حجم ما تحتاج المشاريع ضمن سلاحياتها وحتى تكون تضع خطة حقيقية كل هيئة كل هيئة عندما تأتي أو رئيس هيئة أو تشكيل هيئة جديدة تسير على هذه الخطة لكن بقت على المسألة الارتجالية في السابق وأعتقد ما أعرف اليوم وزارة التخطيط وضعت خطة شاملة خطة 18-22 هل شملت محافظة واسط بما تحتاجها من مشاريع ومن خطط وما يتناسب مع حجم الحجم الجغرافي والسكاني لهذه المحافظة إضافة إلى شيء آخر بما تمتلك أيضا من الموارد كان مفروض محافظة تواصلتكم بها مصفى للنفط الاعتبار هناك حق للنفط موجود حق للأحدب كان مفروض أن يكون هناك خط سريع يعني خاصة وهي منفذ حدود لها أن يرتبط في بغداد ويرتفط بمحافظات الفرات الأوسط حلقة الزائرين كان مفروض أيضا يكون بها أيضا استصلاح أراضي زراعية تمتلك أكثر من ستة مليون دونم زراعي على ما أعتقد هذا الرقم كبير جدا هي لا تستثمر من سوى نصف مليون دونم أعتقد بهذا الحجم كل هذه المشاكل الموجودة كان هناك خطة لكن أيضا يقع على عاتق هيئة استثمار واسط أن توضح هذه المشاكل وأن تطرحها وأن تضع خطة حتى وأنها خارج صلاحياتها ولكن كحكومة محلية وهي جزء من حكومة محلية أن تضع كل المشاكل أمام الحكومة المحلية طرحها على الحكومة المركزية الحكومة الاتحادية حتى تتخذ القرارات أو تضع الخطط لأن هذه المشاريع لا تتناسب مع حجم المحافظة من حيث الجغرافيا ومن حيث السكان ومن حيث ما تتمتع بي من موارد طبيعية تمام استدالي علاقتكم هيئة الاستثمار الوطنية من حيث بعض المتطلبات الخاصة بإنشاء المشاريع الاستثمارية بعض الموافقات بعض المواصفات الفنية شنو طبيعة علاقتكم هيئة الاستثمار الوطنية نعم علاقتنا بهيئة الاستثمار الوطنية هي علاقة وطيذة ونحن نعتبرها هي الأب الروحي لهيئات الاستثمار في المحافظات هناك بعض الأمور نحن نلتج إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لكي نقوم باتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة هيئة الوطنية للاستثمار متعاونة مع جميع هيئات الاستثمار في المحافظات بشكل مباشر ونحن اتصالاتنا مباشرة معهم في كافة الدوائر التي تتبع إليها أود أن أنوه هنا وحسب ما قال زميلي والضيف الكريم في هذه الحلقة نعم أن محاط واسط مساحة كبيرة حيث أن مساحة محاط واسط تقدر بـ 17152 كيلو متر مربع أي يساوي 7 مليون عفوا 7 مليون دونم من هذه 7 مليون دونم هي 5 ملايين دونم هي صالحة للزراعة ولكن المستغل من هذه المساحة هي 1 مليون ونص دونم يتم زراعتها ولكن دون المستوى المطلوب بالنسبة للموارد المائية فأن الموارد المائية المشاريع الإروائية تخدم وتروي مساحة 2 مليون ونص دونم وهذه تعتبر توجد غفرة في المياه ولكن وزارة الموارد المائية باقي على قوانينها السابقة وعلى قراراتها السابقة لم تقوم بمساعدة مثل المستثمرين في الحصول على الحصص المائية أو مثلا تقوم بوضع استراتيجية معينة بإلزام المستثمر في القطاع الزراعي أن يستخدم الطرق الحديثة بالريء وهذه الطرق هي مقننة في استخدام المياه ولكن الوزارة لها سياساتها وقوانينها لا يمكن أن تتخلى عنها كذلك في مجال قطاع الصحة محاوط واسط طبعا هي 17 وحدة إدارية سبعة أقضية وعشرة نواحي في كل هذه المحافظة يوجد 11 مستشفى وهذا يولد زخم كل كبير جدا واحتياجات جدا عالية بالنسبة لإنشاء المستشفيات وهذا أدى إلى العجز المستشفيات الحكومية الموجودة سواء كانت في قضاء الكوت أو بعض المستشفيات في المحافظة لذا يتطلب إنشاء خمسة مستشفيات وهذه دراسة معمولة يتطلب إنشاء خمسة مستشفيات بواقع 400 سرير على مستوى المحافظة كذلك في مجال في مجال القطاع السكني نحن في واسط نحتاج إلى 120 ألف وحدة سكنية موزع على أقضية المحافظة وهناك دراسات حول هذا الموضوع ولكن لحد الآن المشاريع السكنية في المحافظة هي مشاريع أربعة مشاريع ثلاثة منها متلكئة ومشروع واحد هو يقوم بتنفيذ تنفيذ المشروع الاستثماري هناك مشاكل كثيرة تواجه هيئة الاستثمار في المحافظة نحن بدورنا إدارة جديدة قد قمنا باستكمال ما كانت تعمل به الإدارات السابقة ولكن وجدنا هناك الكثير من المعوقات أمامنا وإن شاء الله في المرحلة القادمة سوف نقوم بحل هذه المشاكل بالتعامل والتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة حيث قام سيد المحافظ بإصدار أمر إداري بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ويترأسه شخصيا وهذا المجلس يتكون من المدراء في الدوارة القطاعية وكذلك المعاونين المحافظة والمستشارين إضافة إلى هيئة الاستثمار يقوم هذا المجلس بحل المشاكل التي تعقل عمل الاستثمار عن طريق التواصل نتعرف على هذه المشاكل والمعوقات لكن بعد أن نتابع موجزا لأهم الأخبار الافتصالية هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا الاختيار الأفضل هو الوطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية مئة بالمئة الوطني نقدمه بكل حب لكل وطني أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ورحب مرة أخرى بضيوف الكرام رئيسية الاستثمار في محافظة وسط السيد علي الشمر والخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح الهماش مرحبا بكم ضيوف الكرام أستاذ علي قبل ما أنتقل أستاذ صالح تأخرت علي أبرز المعوقات التي تحدثت عنها مع من؟ مع وزارات معينة؟ مع مؤسسات معينة؟ مع المحافظة؟ مع من؟ طبعا المشاكل هي كثيرة التي تواجه هيئة الاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ككل المشاكل هي تقريبا متشابهة المشكلة الأولى هي مشكلة تخصيص الأراضي مع وزارة المالية إذن؟ مو مع وزارة المالية وإنما مع هيئة تخصيص الأراضي هناك أراضي التي تقع خارج الحدود البلدية هذه الأراضي يجب أن تخصص من هيئة تخصيص الأراضي في الأمان العام المجلس الزراء وخاصة في المجالات الزراعية توجد هناك الكثير من التأخير في إعطاء هذه الموافقات وتخصص هذه الأراضي لأراضي الاستثمار كذلك تأخير مشكلة سحب الأراضي يعني تواجهنا هناك الكثير من سحب الأراضي المرشحة للاستثمار وهذه سوف يؤدي إلى عدم الثقة من قبل المستثمرين بهيئات الاستثمار عندما تعرض فرصة استثمارية ويتم سحبها من قبل جهات معينة وكذلك أيضا مشكلة إيصال الخدمات إلى المشاريع وخاصة خدمات من قبل الوزارات ووزارة البلديات تقصد الإسكان تقصد طرق مجاري تقصد هيشي؟ نعم مثلا المشاريع السكنية يتطلب ربط خدمات الماء والكهراء والمجاري وهناك تأخير في هذا وبعض الأحيان المشروع يستكمل ولم توصل هذه الخدمات تمام استاذ صالح في حكومة عفوا السيد عادل عبد المهدي صدرت بعض القرارات الخاصة أو تحت مسمى وعنوان تحسين البيئة الاستثمارية وكانت قرارات جيدة بكل صراحة من ضمنها أنه أعتقد الساد علي يدري بها أنه إذا ما تم تقديم من قبل شركة معينة الاستثمار معين في منطقة معينة لتنفيذ مشروع معين في منطقة معينة خلال شهر واحد إذا ما تمت الاستجابة من قبل الدوار المعنية تسحب الرقصة وتعود بالصلاحيات إلى هيئة الاستثمار في المحافظة وهذه واحدة من ضمن الإصلاحات الاقتصادية في حكومة سيد عبد المهدي ضمن تحسين أو قرارات تحسين باستثمار لكن لم تنفذ لم تطبق طبعا استاذ قيس قانون الاستثمار العراقي قانون جيد حقيقة نتكلم عن قانون الاستثمار العراقي قانون جيد قانون 13 ومن أفضل القوانين على مستوى المنطقة نتكلم يعني منتاز ومسألة النافذة الواحدة ولكن المشكلة في تطبيق القانون يعني المشكلة هناك 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 واقع الفساد المنتشر في موسات الدولة واقع الروتين واقع النظام الإداري لم تستطع هذه القوانين اختراق الروتين والنظام الإداري الموجود والنظام المالي والنظام المصرفي هذه كلها قوانين وأنظمة متأصلة حقيقة حتى في عمل ذات الموظف نفس اللي يقوم بالعمل متأصلة في ذات الموظف لذلك لم تستطع هذه القوانين ولا هذه التعليمات التي صدرت بموجب هذا القانون والتعديلات التي صدرت بموجبه أن تقضي على الروتين حتى مسألة النافذة الواحدة كان مفروض مسألة النافذة الواحدة فيها الاستثمار أن يكون هناك من كل وزارة مندوب له صلاحيات لكن لم تمنح هذه الصلاحيات بدأ يرجع للمرجعيته في الوزارة هذه ضمن المشاكل العالي منها قانون الاستثمار أو هيئة الاستثمار سواء الوطنية أو حتى هيئات الاستثمار في المحافظات ومن ضمنها محافظة واسط هناك مشاكل الصلاحيات ليست واسعة هذه المشاكل المشاكل في النظام المالي والإداري العراقي لذلك عندما أتكلم عن تعليمات الصلاحيات في زمن سيد عدل عبد المهدي هذه لا تختلف كثيرا عن ما موجود فيه قانون الاستثمار هو أيضا قانون الاستثمار حددها فترات زمنية لمنح الإجازة 15 يوم و30 يوم أقصى حد يمكن استاذ علي يعني يعرف المشكلة الدوائر المشكلة بالدوائر بالنافذة الواحدة لوصف لك ياها استاذ قيس هي أن يكون من كل وزارة أو جهة أو مؤسسة شخص يمتلك صلاحيات حتى تمنح الإجازة بسرعة لكن هذه الصلاحيات لم تمنح من الوزارات فقط محصورة بيد رؤساء المؤسسات على مستوى الوزيرة على مستوى وكيل وزيرة وعلى مستوى المدرع العامين بهذا الشكل فأصبح المندوب عبارة عن ساعة بريد هذه واحدة من المشاكل والمعوقات تواجه هيئات الاستثمار من ضمنها هيئة الاستثمار نحن موضوعنا اليوم عن هيئة الاستثمار الواسط فهذه هذه المشاكل فلذلك أعتقد النظام المالي والإداري الموجود في العراق هو عقبة كبيرة جدا يخلق الفساد يخلق الروتين وهي كمؤسسة بالمؤسسات الدولة أيضا اخترقها الفساد اخترقها الهدر في المال العام لذلك شاهد مشاريع متلكة شاهد حتى هي المشكلة استصالحة أنه المشكلة ما أعرف يعني إذا كان الموظف هو المسؤول في وزارة الإسكان أم المالية أو في أي مؤسسة أخرى مؤسسات الدولة مو من حقه يرفض ليش دي يرفض وليش دي يجتهد يعني قانون موجود وقرارات البرلمان شرع قانون ومجلس الوزراء أصدر قرارات واجبة التنفيذ ليش هو ما ينفذ شنو يعني معرف يعني دولته هي وزارته قطعة الأرض مالته معرف شنو اللي تيصير بالضبط ماكو عساب ماكو رقيب أستاذ قيسمو يعني بالصيغة يعني المشكلة كثرة القوانين تشعب القوانين عدم فهم القانون تفسير القانون هذه الاجتهادات الموجودة في القانون هذه ضمن المشاكل تواجه يعني هيئات الاستثمار وأغلب مؤسسات الدولة ومنظم منها هيئة الاستثمار تفسير القانون الاجتهاد في القانون نعم القانون صدقني استاذ صالح القانون الخاص أي قيد العام هذه مشكلة صحيحة لكن صدقني القوانين واضحة والقرارات واضحة لكن العراقين مقصودة لا تقولي الموظف ميفهم الموظف ينفذ اللبان بعض الموظفين طبعا استاذ قيس هناك إرادات سياسية وإرادات حتى مزاجية مزاجية وهناك إرادات عشائرية عشيرة توقف مشروع مو نتكلم احنا سياسيين في بعضهم يوقفون مشاريع يبحثون عن مصالحهم الشخصية أو عن مصالحهم الحزبية والفئوية بهذا الشكل هذه موجودة يعني في كل مكان فبالتأكيد هذه تحمى وكثير من الموظفين موجودين محميين ربما بعض الأحيان المدير عام ما يجدر يتكلم من الموظف محميين من جهة سياسية بهذا الشكل هذا يعني هناك مشكلة كبيرة في الفساد الموجود داخل يعني الفساد ليس فقط فساد مالي حتى فساد إداري ووصل إلى مرحلة أنه أصياد الأوامر تعطيل تعمد تخريب المشروع أو تعطيل المشروع من فئة معينة أو من موظف معين لحاولة تسقيق مديرة أو تسقيق المؤسسة وهذا الشكل كثير من المشاكل الموجودة يمكن استاذ علي يقدر يوضحها بأكثر من هذا الشيء هذا الموجودة في مؤسساتنا ومؤسسات الاستثمار مهمة جدا مؤسسة اقتصادية هذه يعني تمدح مشاريع استثمارية فتكون محل أطماع جميع الفساد وجميع اللي يطمحون باستغلال موارد الدولة تمام اسمحنا الصلاة صالح وكذلك استدعاني نذهب إلى متابعة عالم الأرقام في هذه الدقاءة ونعود لتكمل لك ما تبقى من الحلقة هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن ديوانية انتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا الاختيار الأفضل هو الوطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية مئة بالمئة الوطني نقدمه بكل حب لكل وطني أهلا بكم مرة أخرى مشاهديني الكرام معدولي ضيوف في الاستيديو أستاذ علي بكل صراحة جاوبنا أي من الهيئات الاستثمارية الموجودة في المحافظات العراقية أجبك أدائها وشفت أنه حققت في الإنجازات معينة رغم أنه ربما لم تتمتع بموارد ربما استطاعتنا تتجاوز بعض التعقيدات الروتينية والإجراءات الروتينة المعقدة أي من المحافظات أو الهيئات عفل استثمارية بالنسبة لعمل هيئات الاستثمار في المحافظات نحن لا نعلم يعني عملهم بشكل يعني واسع بس أريد أقول أنهم يعملون أعمال جيدة وينفذون مشاريع جيدة نحن من خلال زياراتنا إليهم رأينا هناك لمسات في بعض المحافظات مثل منه؟ أما مثلا مثلا محافظة المثنى النجف مثلا ديالة البصرة بها يعني لمسات جيدة جدا أعتقد أن المثنى لها يعني ميزة خاصة باعتبار أنه المحافظة فقيرة يعني فقيرة من حيث الموارد فقيرة من حيث يعني المشاريع الموجودة عفوا المشاريع الخدمية الموجودة لكن استطاعت خلال فترة وجيزة من تنفيذ مشاريع بصراحة تلفت النظر يعني مشاريع صناعية زراعية استثمارية في مختلف المجارات أستاذ أستاذ قيش بالنسبة للفرصة الاستثمارية الفرصة الاستثمارية هو المستثمر الذي يقوم بتبنيها أو الدائرة القطاعية هيئة الاستثمار بالمحافظات هي عبارة عن دائرة أو هيئة ترويجية تقوم بعرض الفرصة الاستثمارية من الدوائر القطاعية الحكومية بعد استكمال كل إجراءاتها وعرضها لدى الهيئة عن طريق الموقع الكتروني وتستقبل عليها طلبات المستثمرين المشكلة مو هنا الفرصة يخلقها أما المستثمر أما الدائرة القطاعية المشكلة مو هنا أستاذ أستاذ علي عفونا المشكلة أنه بعض المستثمرين تقدموا إلى مشاريع استثمارية في محافظات ما أريد أذكر أسمها يعني تم رفضها لكن تم قبولها في بعض المحافظات مثل المثنة على سبيل المثال بالنسبة للمشاريع المشاريع التي تم رفضها بالمحافظة ربما يعني لم تستكمل إجراءات منحو قطعة الأرض أو الاستكمال إجراءات الفرصة الاستثمارية أسباب كثيرة هناك وفي محافظة مثلا الفرصة مستكملة والمستثمر يقدم عليها وتم الحصول عليها نحن في محافظة واسط هذه السنة نهاية السنة العلفين وعشرين كما تعلم سيد قيس كان الوضع موري بكل محافظة التظاهرات وبعدين جاحت كورونا نحن عملنا منذ نهاية تقريبا شهر الثامن آب الفين وعشرين على تحديث الخارطة الاستثمارية بتوجيه سيد المحافظ للدوار القطاعية في المحافظة والحمد لله هناك نتائج إيجابية إذن شنو خطاتكم العام الفين وواحد وعشرين هناك إن شاء الله الكثير من الفرص الاستثمارية سوف تعرض لدينا في هيئة الاستثمار نحن عملنا ورش عمل مع جامعة واسط وكلية الكوت الجامعة وكذلك الأقضية والنواحي في شمال واسط وجنوبه وإن شاء الله سوف تعرض لدينا فرص استثمارية فيها جدوى اقتصادية في اختلف المجالات قبل ما نتقلل سمعنا أن بعض الجهات الوزارية أو بعض المؤسسات تتدخل في طبيعة عملكم كهية الاستثمار في محافظة واسط وبقية الهيئات الأخرى من هي هذه الجهات السابق؟ والله لحد الوقت الحاضر بالنسبة لإدارتي لم يتدخل أي جهة في عمل هيئة الاستثمار في واسط ولم ألقى أي مضايقات سواء كانت من أشخاص حكوميين أو غير حكومين بالعكس أبواب هيئة الاستثمار بعد المغروض نشوف فدمئات المشاريع على موجود المحافظة أنا قلت لك أستاذ قيس إن شاء الله للمرحلة القادمة إن شاء الله 2021 سوف تكون محاط واسط محط أنظار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أنا في خطتي الجديدة بالتعاون مع أخوتنا في دوار القطاعية وبالتوجيه من السيد المحافظ سوف تطرح لدينا الكثير من المشاريع الاستثمارية نحن خلال هذه الفترة لنهاية أب ولحد نهاية السنة من نحن عشر إجازة استثمارية في مجال الزراعة في مجال القطاع الخدمات وأيضا الآن لدي عدة طلبات في مجال القطاع الزراعي سوف نقوم بمنحها خلال الأشهر القادمة 34 مشروع الزراعي تمام أستاذ تسعة مشاريع تمام أستاذ علينا اعتذر في ذلك الوقت أستاذ صالح توقعاتك للخلطة الاستثمارية سواء في وسطة وبقية المحافظات العراقية هل هي شبيهة لما سبقها أم سوف يحدث هناك بعض التغيير أستاذ قيس يعني احنا في ظل الأزمة اللي مر بها العراق حاليا اليوم المفروض كل المؤسسات يعني على مستوى الدولة يعني تكلم أن تتجه نحو الاستثمار وتفعيل الاستثمار بشكل صحيح اليوم لا تستطيع الحكومة الحكومة يعني الحالية والحكومات القادمة استيعاب المشكلة الاقتصادية اللي مر بها العراق والمشكلة المالية اللي يعاني منها العراق لذلك يجب أن تلجأ إلى موضوع الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص بشكل يتناسب مع حجم المشكلة لتجاوز هذه المشكلة يعني يعني المسألة أعتقد يعني إن شاء الله نتمنى من الإدارات الجديدة وأستاذ عليم إدارة جديدة نتمنى من عندها إن شاء الله أن يساهم في رفض الاقتصاد وتقديم مشاريع كثيرة لكن هناك واقع سياسي وواقع إداري وواقع ما ليفرض نفسه هناك واقع اجتماعي لا أعتقد بالسهولة أن تكون المشاريع أكبر لكن نتمنى إن شاء الله من كل من الذين يعملون في هذه المؤسسات على رأسهم السادة علي إن شاء الله يقدمون لبلدهم وأن يقدمون مشاريع أكبر وأكثر تخدم هذا الوطن العزيز قبل الختام نتابع سوية أبرز رحلات الحطوط الجوية العراقية اليوم قد في الختام لا يسعنا إلا تقديم الشكر إلى رئيس هيتر استثمار في محافظة واسطة السيد علي الشماري وإن شاء الله نبقى لتواسطين نستاذ علي لتغطية النشاطات في المستقبل كما لا يفوتنا نشكر أيضا الخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح الهماش مشاهدي الكرام وصدنا نعرفنا ختام نتوقف في حلقة أخرى دمتوقف يا مالي اشتركوا في القناة